علاقة حميمية بين كرم وبين هايفة وتعال نشوف جزء من أحداث الحلقة 15 من مسلسل الثمن في البداية كرم كانت أعصابه تعبانة ونفسيته تعبانة كتير بعد صار ما ثابته ومشيت وكمان تأكد إن زم يحبها علشان كده فضل يروح على الخمارة ويشرب كتير وهناك قابل هايفة جات وشربت معاه وزعتها قال لها إنه ما عايز يروح على الياخت وبتروح فعلا معاه وكانوا سكرانين كتير وبعد كده بيبدأوا يقربوا من بعض وبتحصل بينهم علاقة حميمية كرم طبعا عمل ده وهو مصدوم وزعلان وغيران على صارة بيفكر فيها لكنه لقي نفسه تاني يوم نايم بالشكل ده مع هايفة وبيقوم وبيفكر إزاي عمل كده وبعد شوية لما بتفيه هايفة بيقول لها إن هي لازم تمشي لإنه عايز يعود لوحده في الياخت وبعد كده بييجي زين على الياخت وبيقول له كرم عن علاقته هو وهيفة وإنه جابها إمبارح بالليل وحصلت علاقة بينهم ساعتها زين سجد ولما قال له ليه مش بتتكلم أكيد طبعا عشان أنت بتحب واحدة من الشركة صح؟ قال له أيوة أنا فعلا بحب صارة قال له ليه ما قلت ليش من البداية ليه ما قلت ليش ما كنتش زماني فكرت فيها لكن رد زين وقال له أنا أصلا ما كنتش أعرف أول مرة جرب الإحساس ده أول مرة أعرف معنا الحب وكنتش أعرف معنا قبل كده وانت عارف لكن أول ما عرفت صارة حبتها على طول وبيقوله وبيحكيله عن حبه لصارة وقدي إيه إن هو فعلا بيحبها وساعتها كرم بيسمع وهو متدايق ومأهور جدا في حين إن سمية كان جان جنانها بسبب موضوع الإنترنت واللي انتشر فيه عن إن زين كان ماسك إيد صارة وممكن يكون فيه علاقة بينهم جزء من المشاهد اللي هتحصل في الحلقة رقب 15 من مسلسل الثمن ويرب الفيديو يكون عجبكم أشوفكم على خير في فيديو جديد لمسلسل الثمن حبوكن كتير؟ اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد باي باي اشتركوا في القناة